أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 600 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بواقع 200 ألف أسر شهرياً وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي ضمن توجهات القيادة السياسية بشأن الحماية الاجتماعية وأطلقت وزارة الأوقاف مبادرة حق الوطن التي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهرياً على الأسر الأولى بالرعاية لتكون 200 طن لحوم توزع على 200 ألف أسر شهرياً وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى